اشهد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطور ونماء على الأصعدة والمستويات كافة لسيما في المجالين الأمني والعسكري والتعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب واستعرض سموه لذا لقائه السيد ديفيد كواري مستشار رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات الدولية ونائب مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة سبول تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد سموه اعتزاز مملكة البحرين بشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتنامية مع المملكة المتحدة وتعاونهما البناء في تأمين الحركة الملاحية الدولية ومكافحة الجرائم المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب والتزامهما الراسخ بترسيخ الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة لكل البلدين والشعبين الصديقين من جانبه رحب السيد ديفيد كواري مستشار رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات الدولية ونائب مستشار الأمن الوطني بزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى العاصمة البريطانية وبحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير المملكة لدى لندن وما تؤكده هذه زيارة من حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بمسيرة شراكة الأمنية والدفاعية المتميزة متمنيا لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر